قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن أقدام المليشة الحوثية على رفع الضرائب والجمارك 100% على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها والذي أدى لإضراب شامل في الأسواق يندرجو ضمن مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والأعمال وأضاف الوزير الإرياني بتصريح صحفي إن هذه الخطوة تؤكد مضي المليشة الحوثية في تنفيذ مخطتها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري ترجمة نانسي قنقر